اشتركوا في القناة نلاحظ ساعة في ماذا تستعمل الساعة؟ تستعمل لمعرفة الوقت إذن توجد فيها ماذا توجد في الساعة؟ توجد فيها أرقام من 1 إلى 12 وعقارب الدقائق وعقارب الساعات عقارب الدقائق هي العقرب الكبير وعقرب الساعات هو العقرب الصغير إذن نبدأ على بركة الله نبدأ قراءة الساعة في الصباح صباح الساعة كفية تكون؟ يعودوا الأرقام عادي نبدأ الوحدة أصباح اثنان ثلاثة ربعة خمسة أصباح ستة أصباح بعد 12 نحزبك تعود لعشرين نقوله 12 13 14 15 13 17 18 19 20 21 22 22 24 24 20 إذا في الصباح نقوله 12 1 1 2 3 4 5 عادي في الصباح في الصحف المساء تتغير 12 نزيدوها الوحد ولي 13 14 15 نكتبوها هكذاك لاحظ معي الآن كم الساعة الآن؟ إنها ساعة السابعة العقرب الصغير في الساعة في السابعة إذن نكتبو العقرب الصغير متجي إلى السابعة نكتب سبعة السابعة والعقرب الكبير في الثانية عشر نكتب السابعة تماما السابعة تماما 12 ما نكتبوهاش نكتبوه أصفار العقرب الكبير كيعد متوجه إلى الثانية عشر نكتبه سفرين إذن لاحظ معي عندما يكون العقرب هنا وهنا الساعة الثامنة تماما نكتب الساعة الثامنة الثامنة تماما في الصباح نكتبها عادي السابعة الثامنة التاسعة هنا كيكون الصباح نكتبها التاسعة تماما كيكون العقرب الكبير في الثانية عشر هنا العاشرة تماما الحادي عشر تماما هنا كينا نرحقو هنا يعودوا سميوا فوق بعض عام هكذا الثانية عشر نكتبها تماما هنا بالنهار وقت الغداء المنتصف النهار إذن مقدير في منتصف النهار هنا لحقنا المنتصف النهار الصباح هنا هي نكتبها الأصباح هنا كامل ناؤ مثلا يكون هنا المق clinic دائما يكون الأمام هنا في الثمينة وهنا في الثمينة الثامنة والنصف سوف نزيل مثل ثلاثون ف Kylie ثامنةAT وثلاثون دقيقة نكتب الثامنة الثامنة وثلاثون دقيقة نتوالرت تصبح الثامنة والنصف مس Newton س seét Mars في المساء ستتغير الساعة إذا كيكون العقرب الكبير في السادسة نكتب ثلاثون دقيقة إذا ننتقل إلى الفترة منتصف النهار كيفية تكون الكتاب منتصف النهار لاحظ معي الواحدة بعد الظهر في الصباح تكتب الواحدة في الصباح نكتب الواحدة في المساء نكتبها 12 نزيدها واحد ثلاثة عشر نكتبها ثلاثة عشر تماما كما هكذا ثلاثة عشر تماما كما هكذا لاحظ معي مثلا الواحدة تقبلها ثلاثة عشر تماما هذه نكتبها في المساء نكتبه ثلاثة عشر وفي الصباح نكتبه الواحدة تماما تماما إذا هنا اثنى عشر هنا الثانية كيف تقرأ ما نكتبه هاش اثنان نكتبها الرابعة عشر تماما اثنى عشر نزيدها اثنان تولي اربعة عشر كل عدد نزيد معها اثنى عشر مثلا اثنى اثنان زائد اثنى عشر تصبح اربعة عشر نكتبها في المساء مثلا الثالثة تماما ثالثة زائد اثنى عشر تصبح خمسة عشر ثلاثة عشر الرابعة زائد اثنى عشر وش تصبح ثلاثة عشر هكذا هنا تمارين ثلاثة تمارين ثلاثة تمارين ثلاثة تمارين ثلاثة تقارب نكتب التوقيت التي تشير اليه الساعة ثلاثة ساعات لاحظ معي التوقيت هنا على ماذا تشير صباحا في الصباح قالك رح يعطيك توقيت وقتك يكون صباح تكتبوا العدد عادي سبعة ويني سابعة هنا تشير إلى الثامنة الثامنة تماما هنا إلى التاسعة تماما هنا العاشرة تماما هنا العاشرة تماما هنا إلى ماذا تشير الساعة صباحا إلى الحادية عشر تماما كما هات نكتبها عادي في الصباح منتصف النهار وقت الغداء نكتبها الثانية عشر تماما بعد 12 نقوله 12 13 14 بعد 12 نكتبه 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 وعشرون الفترة المسائية نكتبه 13 في الصباح نكتبه الثالثة عشر الرابعة عشر الخامسة عشر السادسة عشر أكتبه أن أعطيت لكم هذا النموذج الأول هذا في المنتصف النهار أكتبنا صباحا أكتبنا صباحا أكتبنا لحبو المنتصف النهار هنا نموذج تمرين أكتب أكتب الوقت الذي تشير إليه الساعة إذا كنا في المساء لاحظ معي إذا ماذا تشير الساعة هنا العقرب الصغير في الواحدة والعقرب الكبير في الثانية عشر هنا في المساء كيف 12 زيدوها واحد 13 نكتبه وهذه 13 هنا 13 تماما هنا العدد العقرب الصغير في الثانية والعقرب الكبير في الثانية 12 زائد 2 تعطينا 14 تماما إنها الرابعة عشر تماما هنا لاحظ نحكو عن المساء سيكتب لك الوقت إذا كان الصباح رقم تكتبه 1-2 بصح في المساء تتغير لاحظ هنا العقرب الصغير في الثالثة والعقرب الكبير في الثانية عشر إذن كم الساعة 12 نزيدوها 3 ديمة هكذا 12 زائد 3 كم تساوي 12 13 15 إذن إنها 3 تماما نكتبها 15 هكذا لاحظ معي هنا الرابعة العقرب الصغير إنها مساء الرابعة مساء كيف نكتبها 4 زائد 12 4 زائد 12 كم تساوي 16 نكتبها الرابعة مساء نكتبها 16 ما نكتبوش 4 4 راه في الصباح تكون رابعة رابعة راه في الصباح رابعة راه في الصباح هنا الخامسة نكتبوها هكذا في الصباح نكتبوها الخامسة لكن في المساء نكتبوها 5 نزيدوها 12 كم تساوي نعش 13 14 15 16 17 نكتبوها 17 تماما هنا في المساء وهنا في الصباح إذن نكمل هنا كم الساعة إنها الساعة السادسة تماما في المساء الساعة السادسة تماما العقرب الصغير في السادسة والعقرب الكبير في الثاني عشر كيف نكتبها في فترة المساء إذن فترة الصباح نكتبها السادسة تماما ولكن في فترة المساء نكتبها كيف السادسة زائد 12 نجمعه 6 زائد 12 كم تعطينا؟ 18 18 تماما إذن في المساء نقول 18 تماما 6 هكذا تكتب الستة في المساء سادسة تماما نكتبها 18 في الصباح تكتب هكذا عادي رقم كمان في المساء 18 هنا لاحظ معي كم ساعة هنا في المساء نحن نقرأ في المساء سابعة تماما في الصباح نقوله السابعة نكتبها كما هكذا في المساء 7 زائد 12 كم العدد؟ 8 عفوا نكتبها هكذا 12 12 زائد 7 12 13 14 15 16 17 18 19 نكتبها السابعة تماما هكذا السابعة تماما نجمعه 12 مع السابعة نزيده كتكون 8 ثامنة الثامنة تماما الثامنة تماما نجمعه 12 مع الثمانية كم تعطينا؟ سابعة عشر آثار 12 ثلاثة عشر ثلاثة عشر ربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر ثمانية عشر عشرون هكذا الثامنة تماما في المساء تكتب كما هكذا قلت لكم هكذا تقرأ ثلاثة عشر ثلاثة ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر واحد وعشر كتكون التسعة واحد وعشر تماما هنا واحد وعشر اثناني وعشر تماما لاحظ معي كيكون الزباح قلتلكم نقراوها نكتبوها عادي هنا في الزباح اثناني وعشرون كيف نكتبها عاشرة في المساء نكتب العاشرة هكذا العاشرة تماما العاشرة تماما نكتبها اثناني وعشرون في المساء وفي الصباح نكتبها عادي العاشرة أشفى ومليح هذه هي تمارين حليتها لكم في الساعة بالتوفيق للجميع